موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وياكم المهندس وسامة وان شاء الله اليوم سنكمل كورس برمجة المواقع باستخدام اللارابر اليوم سنأخذ الريكوست او الطلبات الريكوست يكون فاتشي مظاهر لليوزر هو يندز ويل هدارات الموجودة داخل الصبحة او داخل الجلسة الريكوست اكثر استفادة من عندها ممكن نستخدمها بالويل فورمز نندز المعلومات داخل فورمز نندزها عن طريق الريكوست ممكن نستخدم الكوكيز بيها سيكون المثال اوضح راح نسوي احنا كنترولر ونسمي مثلا ريكوست ريكوست كنترولر هاي صار عندنا الكنترولر هنسوي بي فونكشنات اثنين راح نسوي بي فونكشنات اثنين الاولى راح تعرض لي محتوياته للريكوست والثانية راح نستخدمها احنا ويل فورم مثلا نسميها view request فونكشن فونكشن view request فونكشن view request والفونكشن الثانية سنسميها register هاي الفونكشنات الاثنين الاولى بما انه نتعامل ويا الريكوست فلازم الريكوست يدخل داخل الفونكشن فيدخل عن طريقة تالية نكتب request ونسمي فد متغير مثلا اسمه request ونفس الشي بالنسبة للرجستر انه لازم اكو فد متغير اسمه request من نوع request فكل من نتعامل بالكونترول ويا الريكوستات لازم نخلي الريكوست يدخل ضمن الفونكشن وذاك متغيرات له نخلي فارزة ونكتب اسامي المتغيرات اللي ريدها وراها حاليا نشغلنا بس request اول فونكشن اللي هي view request راح تعرض لي شكو شي داخل الريكوست فحتى اعرض كل شي داخل الريكوست راح اقول لي return request وانطي all حتى اعرض لي شكو شي داخل الريكوست الثاني هسا بعدين راح نرجع لها ورا ما نسوي الشغل الخاص بيها فحتى اوصل الى هاي الفونكشن اللي اسمها view request لازم اسوي لي route سوي لي route جديد route get نسمي مثلا get والكونترولر اللي اسمه هو request controller واد اسم الفونكشن اللي هي view request فايل الرابط الاول اللي اسمه get راح يطلع لي الفونكشن اسمه view request اللي راح تستعرض لي محتويات الريكوست لندس المفروض هنان احنا هسا نوخر ال all لانه ال all راح تطلع لي بس الخاصة بال inputs فاحنا راي تطلع كل الريكوستات الموجودة داخل الهيدر فانجروا بها سبيل متصفح هذا الموقع مالتنا اذا نكتب slash get نلاحظ انه هيطلع لنا كل الهيدر انه قال لي get نوعية ال http شنوه applications الهيدرات كله قعد تنز شوفوا كل الهيدرات موجودة حتى token session مالتنا والمتصفح يعني كل المعلومات اللي تخص الجلسة اللي احنا بها حاليا خلي نستفاد منها مثلا احنا نريد request نريد بس الرابط اللي احنا بيه حاليا فانكتب request وهي علامة url فالurl راح يرجع لي الرابط اللي انا بيه حاليا فاذا نسوي refresh لاحظ انه نفس الرابط اللي انا بي http.blogger slash div هاي المرات نستفاد منه انه واذا نريد نشيك فاد شغله معينه وهي واحده من الفواد اللي نستفاد منه من ال request نجي على الشغله الاهم بها انه شون نستخدمها ويال forms فخلنا نسوي انه احنا فاد صفحه جديده فاد resource view نسوي انه فاد صفحه خلنا نقوي اسمها login new php file login.blade dot php ونسوي لها فاد راود جديد نسميها login والفونكشن اه سميتها انا نسمى register لا نسميها login هم هنا login ونسوي ونسوي الوغن الوغن اللي انا مستقبل منها request فاول شي ها اه شون اوضح لكم انا انا مستقبل منها نسوي نسوي روتات الاثنين الوغن 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 وثاني الوغن الوغن والثانية هي اللي راح تتعامل ويالفورم نسمي إحنا Login والتي حيكون بها Request خلي نقول لها حالياً Return Request ونقول لها All بما أنه All يعرض لي شكل Array كل محتويات الامبوت ماتي Login Form هي راح ترجع لي View Return View ال View ماتنا اسمه Login حس ال View ماتنا فارغ حالياً خلي نملي معلومات نسميها Login Test ونقوم بعمل فورم ونقوم بعمل فورم الفورم سيؤدي المعلومات المن الصفحة اللي اسمها Login المين جبت هذا الاسم هاني جبتها على اساس الراقص اللي عندي انه هنه هنه راح تزل معلومات الفونكشن اسمها Login وهنه هاي تعمل ونقوم بعمل فورم فهي ال Get Login راح تضلع لي الفورم وال Post Login راح نسوي عمليات ال Login فالفورم من نوع Post بتنسميه Login Login والامبوت ماتي خلي نسوي مثلا اكثر من الامبوت بات يصبحني هذه الموازفات فورم بسيط راح نسوم لل Login تطلع عندها مفروض كل المعلومات فنجرب الـ post نقول لـ slash login عن طريق الـ get يطلع لي الفورم الخاص بالـ login فلو كتبت انا مثلا اسامة والـ password 1-3456 نقول لـ login بالـ forms دائما لازم نخليه اكون في شيء اسمه CSRF Token هذا في شيء اجباري فنجرب كل المعلومات فبداخل المعلومات هذا المعلومات وراء البداية نجربه هناك كتابه CSRF field هذا سيسوي لي الـ input الخاص بالـ token لاغراض السيكوريتي فنرجع مرة ثانية نقول له اسامة password 1-3456 اي رقام اقول له login لاحظت انه ودان على صفحة الـ slash login عن طريق الـ post وعرض لي الـ token وعرض لي الـ username وعرض لي الـ password فبهيش حالة احنا قدرنا نستدعي المحتويات الـ request وعرضناها على الشاشة لنفرض ان اريد بس الـ username ما اريد بقية المعلومات فنقدر احنا عن طريق الـ request عندنا طريقتين حتي نقدر ناخد الـ input ونتعامل معه الطريقة الاولى مثلا سمي تغيث اسمه الـ request username ناخد من الـ request واكتب input واخلي بين قوسين اسم الـ input اللي اجاني من الـ form يعني اثنان الـ form اللي عندي الـ name ماته عندي شي اسمه username وعندي شي اسمه password فانا اقدر اخذ الـ هنا اكتب username فهس انا اخذت الـ input الاول اقدر اساوي مثلا password يساوي اخذ من الـ request input password ها الطريقة الاولى اللي اقدر اخذ محتويات الـ input خلي نعرضها return username .password .password هل نضغيها فهالطريقة الاولى اللي اقدر اخذ المحتويات من الـ input من الـ request نساوي الـ refresh ونجرب ونجرب اقل لـ login اللي احط لعلي user 2 والـ password ماته الطريقة الثانية انه انا محتاجة انا اكتب الـ input يعني شلون يعني اقدر اكتب الـ username شيساوي يساوي الـ request وراس ان اصل الـ property ماته عن طريق كلمة username فاني ماكو داعي انه اكتب الـ input اسم الـ username واقدر اصلا الـ password همين بنفس الطريقة الـ password يعني اصل مباشرة عن طريق اسم الـ input الموجود داخل الـ form نساوي الـ refresh ونعيد بنفس العملية نقل لـ user password نقل لـ login طلعت لي نفس النتيجة فسعرفنا انه الـ form ماهو ناخذ محتويات الـ inputs اللي بيه عن طريق request input او عن طريق request واسم الـ form هاي اهم شيء يخص الـ request ان شاء الله بالدروس الجاية رح نقدر نفتهم اكثر واكثر من خلال الامثلة اللي راح نسويها اي سؤالي استفسار تقدروا تطرحوا بالتعليقات او على مواقع التواصل الاجتماعي الظهرة امامكم على الشاشة لاك للفيديو سبسكرايب للقناة تحياتي لكم مع السلامة موسيقى موسيقى موسيقى